مهم استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية للشهر رمضان المعظم طبعا مستمر معارض أهل رمضان من أهم المعارض اللي بنستنيها لأنه طبعا بيبقى فيها السرع الغذائية بكميات كويسة باحتياجات ومطالب للناس والمواطنين بأسعار مناسبة الحقيقة كافة الأطياف بتحب إنها تشوف معارض أهل رمضان نظرا ليه اختلافه في اللي بيقدمه وكمان اجتماع السلع المتنوعة فيه وده أحيانا بيبقى مطلوب وخصوصا في الأيام الأخيرة دي من شهر شعبان الناس اللي معكنش عندها وقت بتقلل المجهود بتلحق نفسها ممكن في أهل رمضان تلاقي كل حاجة هي عايزها في مكان واحد وده هنا برضو هدف من أهداف أهل رمضان فعشان نعرف أكتر نرحب بيضيفنا وضيفكم المهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين أهلا بحضرتك فندم كل سنة وحضرتك طيب أهلا بحضرتك فندم كل سنة حضرتك طيبين والساد المشاهدين ومصر وشعبين إن شاء الله بخير وسهلا وحضرتك بخير يا بشمانس عبد المنعم وأرجوك تطمننا وتطمن الناس على توفر السلع وعلى الأسعار كمان الموجودة في الأسواق وخصوصا بقى في معارض أهل رمضان اللي ما شاء الله يعني فيها إقبال كبير حاليا أولا نتكلم عن عدد المعارض تنفيذا للتعليمات في خامة الرئيسة عمفتاح السيسي بتعدد السلاسل والمنافذ السنة دي والحمد لله وصلنا إلى 218 من خلال السلاسل التجارية المشتركة معنا في هذا المعارض وجنا نتكلمنا عن السلاسل التجارية اللي احنا عندنا جميع السلاسل 21 سلسلة مشتركين معنا كلهم مضيين عقودة على التزامات بالتخفضات المتفق عليها ليه 18 ل28 في المية وبعد السلع قد تصل إلى 35 في المية اتفتح المعارض الرئيسي في قاعة المؤتمرات في مديرت نصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي ومعالي الدكتور عالم الصلحي وزير التنوين والتجارة الداخلية والدكتور نيفين جامع وزير التجارة والصناعة هو سيد محافظة القايرة اتفتح المعارض من يوم 4 ابريل حتى 12 ابريل وزا ما حضراتكم شفتم وشاهدتم ان هذا المعارض نال اقبال شديد هذا العام وارضاء للمواطن المصري لانه ده يعتبر النسخة الستة السنة دي وحضس فيه تجويد وحصل فيه تحسين من خبرات 6 سنوات بجانب اتفتح 27 معرض هذا المعرض كان ازانا بافتتاح 27 معرض رئيسي في جميع المحافظات بجانب 47 معرض فرعي في المحافظات حتى لسه من يومين فتتح اسماعيل وزير معرض في المؤسسة لو ما لها تقول بحافظة القلبية ومعرض اخر في شارع فيصة لمحافظة الجيزة وجميع المعارض تم افتتاحها في جميع المحافظات نسبة التخفضات يا فندم بتوصل من 18 ل28% تخفضات تصل حد البعض السلع الى 35% استنادي الحمد لله وصلنا الى 14 سلع اساسية وهي متطلبات البيت في المنزل لشهر رمضان هذه السلع تم الاتفاق عليها مع السلسل والشرق القبضة وجميع المنافذ المشتركة معنا في معارض اهل رمضان ان هي تكون بصفات معينة او زياد ثابتة على اسمها على مثال السكر والزيت والضيق والسلع الاساسية والفول والعادس والطماط السلع الراسية فندم هتلاقي النهاردة لو حدك حد راح يظهر المعارض هيلاقي السكر من 7 جنيه 75 لحد 8 جنيه اوروبا هيلاقي رز زيادة درجة عالية كسر 3% من 6 جنيه ل7 جنيه هيلاقي كسر الماكورونا اللي في الايام العادية بيوصل ل4 جنيه من 2 جنيه 75 ل3 جنيه هيلاقي الفول اللي هو النصف كيلو الحصى ب6 جنيه طبعا دي اسعار خيالية في هذا الموسم للشعب المصري طب التوفر بايا باش مهندس التوفر يعني مثلا اروح اشير كله السوك اللي حركت عليه يجي يقول لي مثلا مفش موجود ولا كله موجود الحمد لله احنا كوزار التموين قطاع التجارة الداخلية عندنا ادارة لازمات وادارة لادارة الموجدات في البلاد والمغزون الاستراتيجي في البلاد نطمن الشعب المصري ان البلد الوحيدة الامنة في الوضع العرب كله مصر امينة غزائيا لان عندنا وضع استراتيجي من الغزاء قد يصل في بعض السلع الى 18 شهر عندنا اللحوم اتعاقد عليها لمدة 15 شهر عندنا السكر الحمد لله وهنق الشعب المصري ان السكر بقى عندنا اكتفاء ذاتي من السكر بمتابع يعني اللي هيروح الجمعية او يروح المعرض هيلاقي الكمية اللي هو عايزها ما فيش فيها فندم ما بنحضرش اي كمية كل اللي عاوز اي كمية متوفرة وموجودة والسلع متوفرة من جميع السلع اللي قلت عليها والمفاجأة السنية دي كمان الخضار منزلينه في المجمعات الخضار الطماطم المفروضة في متعبية ب2 جنيه 3.5 ل3 جنيه هيلاقي البصل عندنا ب3 جنيه ونص هيلاقي البطاطس ب3 جنيه ونص هيلاقي البسلة ب6 جنيه ففي الاسعار متوفرة سواء في الخضار او الفكاة بلاش كده كمان السمك متوفرة عندنا في المجمعات ب22 جنيه و26 جنيه والبوري ب55 جنيه والرنجة كمان متوفرة ب30 جنيه عاوزين نقول ان اللي تم عمل خطة من وزارة التومين مع الشقة القبضة للصناعات الغذائية اللي طرحت 380 الف طن مواد غذائية خلال شهر رمضان بدخ كميات كبيرة جدا في جميع منافسنا علشان تكون السلعة متوفرة على مدار شهر رمضان بالاسعار المناسبة للمواطن المصري تم دخ 100 طن دواجن يوميا موجودة في المجمعات والمنافس بتاعتنا تم دخ 50 طن لحوم برازيلي موجودة في المجمعات ب65 جنيه تم دخ 4870 دبيحة لحم سوداني ب85 نهاردة من هذا الاجبال الشديد على المعارض وارضاء المواطن ده دليل خير دليل على ان المواطن عنده ارتياح وعنده انبساط من هذه المعارض المنتشر في انحاء الجمهورية في كافة الجمهورية في معارض مش عاوزين نعمل تزاحم مش عاوزين نخزن السلعة متوفرة المخزون امن ولكن عاوزين ناخد الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 بحيث من ناحية مزاحمشي وجميع المعارض موجودة سنادي مفاجأة كمان من العيار الثقيل ان جمعيتي عندنا الف منفذ جمعيتي تابعين للشركة القبضة موجودين في انحاء الجمهورية مشتركة معنا في اهل رمضان يعني المواطن هيلاقي معرض اهل رمضان في كل شارع وفي كل نجع وفي كل قرية فيه نفس التخفضات الموجودة في المعرض الرئيسي ما تختلفش عن اسوان عن القاهرة عن اسكندرية في الاسعار المتفق عليها ونفس المواصفات ونفس الموازين يعني طبعا فعليات تحترم وكل التوفيق وان شاء الله يعني يكون الاقبال اللي حضرتك بتتكلم عنه ده يلاقي المطالب والاحتياجات لانه الاقبال ده معناه ثقة ومعناه كمان يعني مسئولية في نفس الوقت على عاطقكم وحضرتكم برضو السلعة تسمحي لي بس نوجه رسالة كمان نوجه رسالة للمواطن ان السلعة دي تم الرقابة عليها تبكى للاستلاحيات وتبكى لنطول العرض والتخزين وتبكى للمواصفات القيادة المصرية وانت بتاخد سلعة من مكان امن سلعة امنة من مكان امن ومعروف فالسلعة دي كلها سلعة صلاحة للسلاكة ادامة ومؤمنة رقابيا من خدمان وزارة التموين والتجارة الداخلية بمانستوش يا فندم الرنجة والحوادق علشان شمم يسيم جاي في رمضان السنات يكل سنة وحضرتك طيب موجودة يا فندم والله الرنجة عرضونا في 30 جنيه من مجمعات موجودة يا فندم موجودة موجودة كل سنة وحضرتك طيب لكوبونات برضو متنساناش نقول لكوبونات بتاع شقة القبضة فد ايه الكوبونات دي؟ الكوبونات اللي هي مطروحة من الشقة القبضة إن المواطن بياخد الكبونات يديها لأي مواطن تاني بدل ما ياخد الكرتونة بياخد الكبون ده بيصرفه من أي منفذ من الشقة القبضة من منافذها هذا المواطن بياخد السلع الاحتياجات الأساسية للبيت بتاعه بدل ما ياخد سلع وكون تكون حد يداله في كرتونة تانية أو أي حاجة لا بيشتري بهذا الكبون ما هو قيمة سلع غذائية من أي فرع من فروع الشقة القبضة بقيمة هذا الكبون والكبون لا يشرف إلا مرة واحدة وهذا الكبون لا يتم صرفه بأي نقود بأي فيقة نقدية لما يتم صرفه عن طريق السلع الغذائية المطلوبة للبيت المصري ده شيء محترم جدا بنشكركم شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين